بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء السابع من الفصل الثاني لمقرر نظم بالمعالج الدقيق في الجزء ده جماعة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع اسمه Design and Operation of Memory ببساطة جداً يا جماعة عايزين نقول نقول إن أي ميكرو بروسيسور سيستم أي نظام مبني على المعالج الدقيق لابد إن يكون معه ميموري أو ذاكرة طيب هنستعرض دلوقتي أنواع الزاكرة بأنواعها المختلفة علشان نبدأ نفهم يعني إيه زاكرة وإزاي هنربط الميكرو بروسيسور بالزاكرة طيب بنقول إيا جماعة بنقول إن الزاكرة دي دايماً إحنا بنشوفها في أي نظام ومن ضمنها أنظمة المعالج الدقيق على إنها مكان لحفظ البيانات وكلنا متفقين على كده طيب أنواعها هي إيه بقى يا جماعة بنقول أنواعها من ميموري زاكرة رئيسية اللي هي الريم أندروم وفيه استورجي ميموري زاكرة تخزينية بنسمها سعاد زاكرة سانوية اللي هي زي الديسكس والسيدي هات جميل طيب إيه كمان يا شباب عايزين بس نفرق ما بين كلمتين ما بين كلمة رام وروم طبعا إحنا عارفين إن كلمة رام معناها راندم أكسس ميموري اللي هو إيه الوصولة لإيه العشواء للزاكرة وهي تتكون بقى جماعة منين من مجموعة من الرجستر مجموعة من الرجستر يتكون من مجموعة منين من الفليب فلوب وظيفة إيه الفليب فلوب هو تخزين ها أيوة تخزين الـ data bits باي bit بت باي bit معاي يعني جزء بت باي bit وبعد كده هتخزن كمان بت أخرى وبت أخرى وهكذا إذن مجموعة رجستر تكون مجموعة من الفليب فلوب كل فليب فلوب بيخزن بت واحدة بس وعلى هذا الأساس بيكون مثلا لو في عندي مثلا رجستر تمانية بت معناها إن أنا بخزن عندي ما يقرب من تمانية فليب فلوب كل فليب فلوب بيخزن بت واحدة الفليب فلوب زي دي يا جماعة بنسميها إيه ها memory elements أو عناصر الزاكرة وطبعا كل ما زاد حجم الرجستر كل ما زاد الصيز وحجم الميموري وزادتك الساعة التخزينية للميموري تمام وبنقول هنا ان احنا كده بنقول ان بنتحكم في الصيز بتاع الميموري بايه بعدد الرجسترز لها طيب بالنسبة للروم يا جماعة الروم بيقولك بتتكون برضو من رجسترز لا ما بتتكونش من رجسترز ليه بقولك لازم تتكون حاجة اسمها دايودز والديودز دي اتم فيها التخزين بصورة دائمة معايا اه يبقى اذا بتتكون منين من دايودز اذا مش موجود حاجة اسمها رجسترز وفلفلوبز لا معاش حاجة اسمها فلفلوبز دلوقتي هي اللي موجود دلوقتي دايودز عشان يتم التخزين فيها بصورة دائمة وطبعا انتوا عارفين ان كلمة روم هي read only memory القراءة بس الفقط قراءة فقط للذاكرة يعني ما نفعش نكتب عليها طيب اكسسينج انفورميشن الميموري ازاي بنوصل للمعلومات في الزاكرة بنوصل للمعلومات في الزاكرة معناها ازاي الماكرو بروسسور بيقدر يحصل يعمل اكسس لمين للمعلومات الموجودة في الزاكرة بيقولك بيعمل اكسس بتلت طرق تلت طرق اه منهجية ورا بعضها بمعنى بيقولك في الاول الماكرو بيسلكت زراية ميمورو تشيب بيختار الميمور اللي هو عايز يتعامل معها وهنا بيخصص جزء من الادرس باس بارت افز ادرس باس من اجل هزي العمل ايه يعني جزء من الادرس باس بايه بيتحكم فيه بيبعث له سيجنل بيبعث له اشارة بحيس ان هو ايه يسلكت ايه الميمورو تشيب اللي هو محتاجة بعد كده بيحدد الايه موقع الزاكرة باستخدام الجزء الاخر من الادرس باس اللي هو الريست او ادرس باس وفي الاخر خلص يا جماعة بي ايه بي اكسس للداتا او بيوصل للداتا اللي موجودة في الميموري يوزنج ايه بقى يوزنج داتا باس يبقى نقول تاني مع بعض الماكرو بيوصل للميموري يقدر يعمل فيها ريد ورايد بطاقة خطوات منهجية هم ايه جماعة نقولهم مع بعض تاني ها سيجت زراية ميمورو تش تشيب للميموري اللي هو ايه المرادة اللي هو المفروض يتعامل معها وبيخصص جزء من الادرس باس علشان ايه هي يبعت الادرس ويختار مين الايه المحتاجة طيب وبعد كده بيحدد موقع الايه الميموري باستخدام الجزء الاخر من الادرس باس ثم يصل للداتا اكسس زا داتا بس باستخدام ايه المراد يا جماعة باستخدام الداتا باس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته